اشتركوا في القناة الحمد لله جاء للصلاة قرة عيون المحبين ونزهة لأرواح العاشقين ومحك أحوال السالكين عرفها إلى عباده عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدات والنعمة المزدات الذي شخص الأدواء ووصف الدواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتظر أخي لعلك ستفر من القناة عاجلا فكلما تكلمنا عن الصلاة إلا وأعرض الناس كلما ناديناهم إلى الصلاة انقسموا إلى فريقين فريق يظن أنه يصلي نعم هو يصلي كحركات ولكن هل علم سر الصلاة وفريق يتجنب الحديث عن الصلاة كأنما يدعى إلى الهيجاء كأنما الموت تأتيه من كل حد ولكن أيها المحب اعلم أن الصلاة نعمة من الله عز وجل ليس عليك أن تفر منها بالعكس بل عليك أن تقبل إليها وأن تحمد الله عز وجل أن وفقك لآدائها أن تحمد الله عز وجل أنه يسر لك هذا المجلس هذه الحلقات من هذا البرنامج المبارك في هذه القناة الغراء وفقك إليها كي تنطلق وتبدأ حياة جديدة جدد حياتك ليست بأفكار عمودها الصلاة تتركه وتتجنبه أو أنك تفرط فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة خير موضوع وليستكثر منها من شاء فعجبا إليك لا تصلي أو تفرط في الصلاة ولا تتكلم عنها ولا تسمع عنها حتى ويقول صلى الله عليه وسلم إن خير أعمالكم الصلاة فيا أيها المحب أقبل إلى هذه الحلقات التي ستمضي في هذا البرنامج نتكلم فيها عن فضل الصلاة عن حال الأنبياء والصحابة والصالحين مع الصلاة عن سر الصلاة ولذته وسر القيام بين يدي الله عز وجل ونتكلم أيضا أيها الحبيب عن آثار الصلاة عليك ونورها وبركتها ورزقها نعم ستجد لذة ذلك إن تابعتنا وتبعتنا في ذلك اعلم أيها المحب أن الكلام عن الصلاة لا يهديه إليك إلا من يحبك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير فلأنني أحبك ارتأيت أن تكون مجالسنا وحلقاتنا عن الصلاة فالصلاة هي سر نهضة الأمة واسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم فأقبل وأعلم أنك أنت بصلاتك وبتقواك بإقبالك على الله عز وجل ستكون سببا لنصرة الأمة ستكون سببا لإصلاح المجتمع نعم لإصلاح المجتمع لا تقول من أنا بل قل بطاعتي لله وبكوني مسلما سأغير لأني أتغير أولا اعلم أيها المحب أن الحديث عن الصلاة حديث شيق عظيم يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما سنتكلم عنه فيما يأتي من الحلق أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر كان يردد دائما كما في حديث علي رضي الله عنه الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم فكان حريصا عليها هل فعل ذلك عبثا هل كان حرصه هذا هكذا فقط لأنها شيء يمكن تجاوزه أم لأنها دواء لكثير من الأدواء أم أنها لب الدين وأسه بلى أيها الحبيب ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول حياته وفي آخرها عاني الصلاة بهذه الأهمية إلا لأنها عمود الرحى لأن حياتك صلاحها ورزقها وازدهارها يدور حول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقبل إلى الصلاة حتى تتورم قدمها فيسأل في ذلك فيقال له الأمر عجيب يعني أنت يا رسول الله يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتقبل وتصلي حتى تتورم قدمك لما؟ فكان يقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا فشكر الله عز وجل واجب وأمر مطلوب منه وأفضل سبل شكر الله عز وجل هو إتيان ما افترضه علينا فتعجب أن ترى رجلا لا يقبل على الصلاة أو أنه يوصف بالخير وبدرجات الفضل وكذا ولكنه غير مقبل على الصلاة فيقال لا والله ذلك الرجل صالح بما هو صالح؟ إذا كان مضيعا للصلاة فهو لغيرها أضيع كما صح عن عمر رضي الله عنه فأهم أمر يدل على صلاح العبد هو ما افترضه الله عز وجل عليه واعلم أن آكد الأركان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحديث الكثيرة بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ماذا؟ وإقام الصلاة وإقام الصلاة فكيف يفرط الرجل أو المرأة المسلم في آكد أركان الدين ثم يتعصب لهذا الدين يزعم ذلك يزعم أنه ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه ينتصر للإسلام وهو مفرط في آكد أركانه فينبغي للإنسان أن يتمسك بالصلاة هذا من حيث الكلام عن وجوبها وإلا لو تكلمنا وخضنا في إصرارها في نفعها لنا لا على أنها فرض يجب فعله هكذا فتجد الكثير من الناس يصلي كما صح عن نبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه قال لرجل ما لك لا تحسن تصلي هو لم يقصد الهيئات والحركات إنما قصد لب الصلاة نعم الهيئات والحركات مطلوبة بما كان بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ولكن ماذا أخذت من الصلاة كيف أقبلت إلى هذه الصلاة ما أثر هذه الصلاة على جوارحك كيف كانت معاملاتك مع ربك مع من حولك مع زوجك مع أهلك مع ولدك مع مجتمعك يوجد حديث يتردد كثيرا على الألسنة وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ينسب إليه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له وهذا الحديث لا صح ولكن الأصح والأفضل والأطيب كلام رب العالمين القائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة تنهى ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقوم ولكنه إذا أصبح سرق فقال ستنهاه صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته نعم صلاته كلما كانت بخشوعها وبسننها ستنهاه ولا شك وفي هذه الحلق سنتطلع إلى بعض فضائل الصلاة وأسرارها نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يستعملنا في طاعته وأن يهدينا وأن يهدي بنا هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أياه بلا نوع ترجمة نانسي قنقر